الارصاد تكشف موعد انتهاء الامطار وعودة استقرار التقس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة طريق معرفة لو اول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية والعجلة كشف الدكتور ابراهيم عطل متحدث باسم الهيئة العامة لارصاد الجوية عن الاسباب الحقيقية وراء موجد الامطار الغزيرة التي تضرب بلاد حاليا وانخفاض درجات الحرارة موضحا ان ذلك يرجع الى تخل الفصل الخريف حالات من عدم الاستقرار الطبيعية وحدوث منخفض جو في طبقات الجو العليا وشارعة الى زروة الموجة الباردة التي تشهدها البلاد بلغت زروتها امس وتستمر اليوم وتبدأ حداتها تنتشر الى حد ما اعتبارا من الخميس وتنتهي مساء غد الجمعة على ان تعود الاحوال الجوية في الاعتدال وتعود درجات الحرارة مرة اخرى لمعدلاتها الطبيعية صباح السبت المقبل واضف ان الموجة الباردة الحالية تعتبر اول حالة من عدم الاستقرار التي تكتاح البلاد منذ بدء موسم الخريف يوم 23 سبتمبر الماضي لو انت شايف ان الفيديو مفيد بالنسبة لك والغيرك ياريت لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر